السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هلو النشاط العلمي للسنة الخامسة الابتدائي الوحدة الرابعة كان يوم عنا الحصة السادسة الأبرو وتوالد النباتات السهرية جنسيا في الصفحة 53 إذن ننتقل إلى الصفحة 53 إذن سبق وأن تطرقنا في حصة سابقة لموضوع أجزاء النبتة وتعرفنا عن أجزائها الرئيسية تتزل في المدقة والأسلية وهي المكونات الرئيسية في التوالد إذن في هذه الحصة سنتعرف ماذا نعني بالأبر وما هي أهميته في تكاتر نباتات جنسيا إذن عندما نتحدث عن الأبر يعني هو نقل وعملية نقل حبوب اللقاح من الأسلية إلى المدقة إذن نبدأ هذه الحصة بالملاحظة والافتراض لمست الميد زهرة بحديقة المدرسة فالتسق بيده غبار أصفر فتساءل عن دوره وأهميته إذن فعلا سبق هذا المسألة أن التسق بنا ونحن نتجول في حديقة أو غابة يلتسق بنا غبار أصفر ذلك الغبار هو حبوب اللقاح بطبيعة الحال إذن التساءل الذي سنترحه اليوم هو ما دور الغبار الأصفر المتواجد على مستوى الأسدية الذي تنتجه الأسدية بطبيعة الحال فدوره هو تلقيحه وإخصاب البويضات هذه البويضات التي سبق وأن تطرقنا في حصة سابقة وقلنا على أن هذه البويضات تتحول إلى تمر والتمر بداخلها بضع إذن هذه بعض الإفتراضات إذن ننتقل إلى أولا أتحقق ألاحظ نتائج جريبة قام بها متخصصون وأعبر شفايا ثم أملأ الجدول وأدون ما توصلت إليه في الافتراض تقصي إذن هنا يا واحد الباحث يقوم بمجموعة من التجارب إذن جريبة الأولى ماذا ما قام به في تجريبة الأولى هو أخذ سطار خفيف يمنع حبات اللقاح الدخول يعني إخذ واحد السطار على أساس حبات اللقاح ما يدخلها تشيحة يوان مثلا النحلة أو غير ذلك أو أنها تجيب أورل الرياح لأن الرياح تهيك تتلعب على الدور فماذا في نتيجة هذه الجريبة؟ يعني التمر ناضجة بها بضب دور إحنا يشفنا الحصة السابقة بأنه إلى وصلنا وحققنا أن الظهرة تحول إلى تمر فهذا يعني أن حبوب اللقاح اتحدت مع البويضات وهذا ما وقع بطبيعة الحال ماذا يعني هدفي من خلالها تجريبة؟ أن حبوب اللقاح التي تنتجها السودات تستطيع تخصيب البويضات وإنتاج التمر إذن حبوب اللقاح يتم إذن إنتاجها من طرف أسدية الزهرة وهي قادرة على تخصيب البويضات وتحويل البويضات إلى تمر إذن هنا يعني إذن نريد أن الزهرة لا تحتاج إلى حبوب اللقاح خارجي وإنما حبوب اللقاح داخلي إذن في الجريبة الثانية ماذا قام به الباحث؟ بطر الأسدية هذه الأسدية التي أعطتنا حبوب اللقاح وخصبة البويضة تم حدفها ولكن تم رش المدقة والبويضة بحبوب اللقاح خارجي من زهرات أخرى زهرة الخزامة فأعطتنا النتيجة هو أن أعطتنا الزهرة أعطتنا تمرات ناضجة بها بودور يعني حبوب اللقاح لزهرة أخرى يمكنها تخصيب البويضة وتحويل الزهرة أو البويضة إلى تمرات ناضجة بها بودور في تجربة الثالثة تم بطر الأسدية ولكن لم يتم رش على حبوب اللقاح ولكن في النهاية ماذا وقع دابولة المدقة وبدابولة كل شيء وعدم نرجي التمر وغياب البودور إذن هنا سنستنجو أن لإخصاب البويضة لإخصاب البويضة لا بد من وجود حبوب اللقاح أو للابد من سنقول منتحاد منتحاد حبوب اللقاح بالبويضة ليتم إنتاج الطمرة التي توجد بها بودرة إذن هذه التجارب يفسر نتائج هذه التجربة إذن نتائج هذه التجربة نفسرها كما يلي هو لكي يحدث لكي تنتج أو لكي تنضج لكي تنضج تنضج الثمرة يجب إتحاد حبوب اللقاح سواء من الظهرة نفسها أو من غيرها إذن هذا الشيء اللي كتشفنا في تجريبة إتحاد حبوب اللقاح بالبويضة على مستوى المدقة أو المابيد على مستوى المابيد على مستوى المابيد إذن هذا هو نتائج دينا إذن هنا يبغينا نقول سواء حبوب لقاح لقاح الظهرة نفسها أو غيرها إحنا شفنا بإن جبنا لقاح حبوب لقاح دي الظهرة الخزامة فتم يعني نج الطمرة والتي بها بذور إذن ننتقل إلى استخلص حبات اللقاح ضرورية لنج المابيد وتحوله إلى طمرة اتحاد البيضة بحبات اللقاح يسمى إخصابا وهو الذي يضمن نج البذرة نقل حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة يوصف بالأبر إذن هذه العملية تسمى بالأبر الذي يتم بواسطة الحشرات أو الريح إذن العوامل التي تنقل أو تحمل حبات اللقاح إلى المضيض إلى المدقة هي الحشرات أو الريح إذن ننتقل إلى أطبيق وتميم الجمل بما يلائم عملية رش النحل النحل ليس النحل بحبوب اللقاح تسمى الأبر إذن هنا النحل النحل هي التي تلعب الضوار وهو هنا حشرات أخرى كما جاء في الاستخلاص إذن ثانيا لتنصر 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 بن نجد لتنصر أخر دمو لتنصر النحل إذن لعملية النحل دمو لتنصر النحل نجد حبوب اللقاح من سهراتين ذهب البيستيل دي نوتر فلور بقى النبي يسمى لفكونداتيون هذا لا يسمى لفكونداتيون هذا يسمى الأبر فالفكونداتيون الإخصاب هو اتحاد هنا يعني العملية اللي كدير هاد لاباي اللي كدير النحلة هي عملية الأبر أما الإخصاب أما الإخصاب فيأتي بعد عملية النقل حيث تتحد حبوب اللقاح بالبويضة إذن هذه الجملة فهي ليست صحيحة فهذه العملية هي الأبر وليست هذه الابولينيزاسيون الإخصاب الإخصاب هو اتحاد البيضة بحبة اللقاح هذا هو الإخصاب ليس العملية النقل العملية النقل ما عندها علاقة بالإخصاب نعم هي كنتيجة كتعطينا الإخصاب من ذلك إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول الأبر وتوالد النباتات الزهرية الجنسية ترجمة نانسي قنقر